دراتي حسب حضراتكم مع موجز لها مواخر الأنباء بصحبة زميلة نهل الحمالية تفضل يا هارد شكرا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تنطلق اليوم جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مدينة نصر على أن يخصص اليوم للمحور السياسي ومن المقرر أن يخصص يوم الثلاثاء للمحور الاقتصادي والذي سوف تناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين ارتفاع الأسعار وسبل تقليل العبء على المواطن كما تناقش لجنة الدين العام معجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بداء لخفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي وتناقش لجنة الصناعة على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة للمدين القصير والمتوسط والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة اختتمت فعاليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 حيث شهد المهرجان الذي أقيم في الفترة من الثالث عشر من يوليو وحتى الثاني من سبتمبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية وسجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الأهلمية أن مهرجان العالمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين حقق نجاحا مبهرا على كافة المستويات ووجهت الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت كافة التسهيلات وسخرت إمكانيتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياء السوداني في اتصالين هاتفيين مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان العراقي الأوضاع في كاركوك وذكر المكتب الآلامي للرئيس الوزراء في بيان أن السوداني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد في الاتصال تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كاركوك واستقرارها هذا وتم التجديد خلال الاتصالين على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة تستهدف النسيجة الاجتماعي المتجنس للمحافظة قال الرئيس الأوكراني بلوديمير زيلانسكي إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود تم إنشاؤه منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب ولم يحدد زيلانسكي هوية السفينتين ولم يذكر متى أكملت مرورهما وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تستعيد حرية الملاحة الحقيقية في البحر الأسود أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركينافاسو مقتل شرطي وأربعة مدنيين مساعدين للجيش قرأ هجوم في شمال وسط البلاد وأضافت هيئة الأركان العامة في بيان أن الهجوم وقع ضد موقع للمتطوعين للدفاع عن الوطن لافتة إلى أن عددا من وحدات الشرطة انتشر في إطار تعزيزات وذكرت الهيئة أن المهاجمين اضطروا إلى التراجع في مواجهة القوة النارية للوحدات التي تمكنت من تحييد نحو عشر مسلحين قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن الرئيس أمر باستدعاء سفراء بلاده في أنحاء العالم على الفور وأضاف المتحدث باسم الرئيس النيجيري أن الرئيس أكد ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي من الآن فصاعدا هي السمة المميزة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء وقال مكتب تينوبو في بيان إنه تم إعفاء ممثلين نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجينيف من الاستدعاء بسبب نعقاض الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر قام رئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى فلوريدا للقاء المتضررين من إعصار إيداليا الذي أصفر عن مصر شخص واحد على الأقل وألحق أضرارا في مدينة في مدن نيدة في الولاية وتسبب الإعصار إيداليا في ارتفاع منسوب المياه وفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا وواصل مساره المدمر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عاصفة استوائية انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل